بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى ألهية الصحبية من وعلا أشكر الإخوة الصحفيين على اهتمامهم بهذا الحدث اليوم وفعلا هو حدث استحق الاهتمام فمن جهة هو شوط غريب غير مألوف حيث يدري مواطنوه هذه البلدية لأصواتهم المرة الثالثة في استحقاق واحد ومن جهة أيضا هو حدث استهنائي حيث تقف الحكومة وتجند مؤسسات سيادية وتجند الموظفين وتستعبدهم وتجند لجال الأعمال وتجند الوجهاء وتجند كل ما تملك من أجل لائحة بلدية واحدة معارضة أو لائحتان اللي اعتبرنا الدائرتان اللي معلول فيهم الزرك اللي هي عرفات والميناء وبالتالي هو حدث استحق التغطية والاهتماء أنا لا أتحدث عن تدخل السيافر للجهات اللي ما من يالطة تدخل في الانتخابات ولأني لا أتحدث عن توظيف المال العام للأسف في معركة انتخابية كان يفترض أن تكون السياسية ولأني لا أتحدث عن تفرغ الحكومة من مسؤولياتها المفرطة فيها أصلا واستمرار الحكومة منتهجة الصلاحية والتمديد لها من أجل أن تتناسى خلافاتها بغرض أن تتوحد في شوطن ضد دائلتين انتخابيتين إنما أريد أن أتحدث عن شعب عرفات هذا الشعب العظيم الذي الاحترام والتقدير والذي أصبح التعبطني به ألفة كبيرة ولاحظها في كل موسم وفي كل مرور بالشارع وفي كل مصافحة لأي مواطن أشكر هؤلاء وأنا على يقين بأنهم كما وقفوا ثابتين صامدين في المرات الماضية وخيبوا آمال من احتقرهم ومن ظن أنه سيشتري ذمامهم ومن ظن أنه سيخوفهم ومن ظن أنه سيتغلب عليهم بمن يأتي به من خارجهم وأنه في كل مرة يخيبون وأنه ويخيبون آماله حتى أن أولئك الذين استقووا بهم على أهل العرفات وجاءوا بهم من بلاد نائية ليصوتوا ضد خيار أهل العرفات هؤلاء أعداؤهم أهل العرفات وبالتالي يجبرنا منهم في الشوط الأول نسبة ومنين جاء الشوط الثاني يجبرنا منهم نسبة أكثر ويجبرنا منهم اليوم متوقعي نسبة أكبر وإلى آخر الشوط أخر يدوروا ظهروا عنهم يتحقوا بهالعرفات ويصبتوا الخيارة العرفات ويحتقروا كل الأساليب الأخرى وكل الإجراءات المخالفة للقانون والمخالفة للأعرف مرة أخرى أشكركم ونتظروا إن شاء الله تعالى الليلة مفاجآت سارة ترضي ضمائل أهل العرفات وقناعاتهم وأهل العرفات عموما سواء في الموالات أو في المعارضة يعرفون أن هذا الخيار وأن هذه اللائحة أنها لائحتهم جميعا وأنها لخدمتهم جميعا وأنها لا تمجز عكس ما يقول الآخرون للأسف تحت تأذير خطابات الدعائية غير اللائقة أنها لا تمجز بين موال من معارض وأنها لخدمتهم جميعا وأنها في مصلحتهم جميعا وأنها أيضا تنجز أكثر مما ينجز أولئك المدللون والمقربون أشكركم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر